أم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر وقل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين ثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجمات من أعمال وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وفي الأرض قطع متجاورات وجمات من أعمال وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان وغير صنوان وغير صنوان وفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وإن تعجب فعجبوا قولهم أَإِذَا كُنَّا قُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَظْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَارِ هُمْ فِيهَا خَالِذُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدَ خَلَتْ مِنْ قَبَلِهِمُ الْمَفُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَابُ الْمِنْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم